دورا أتمنى ده أعتقد الأمور هديت اليومين دولة على شيخ الأزهر خاصة بعد الكلمة اللي قالها أعتقد الحرب الإعلامية المجنونة اللي كانت بتطال قيمة وقامة شيخ الأزهر هديت طيب إيه رايك بقى مشايخ الأزهر عملة حاجة جميلة قوي في إطار تجديد الخطاب الدين حاجة أنا فجئت بيها فجئت بيها بيبعثوا أهل وعز وإرشاد بعض مشايخ الأزهر شباب لبسين العمة والكاكولة لبس الأزهر المهيب ده ويروحوا فين يروحوا الأهاوي مش الكافهات لمواغزة الأهاوي الشعبية البلد اللي أنا بحب أعود عليها وكانت الفداح وأنا قدام الرئيس في المؤتمر بقول له الرئيس بعد أسلك أنا بروحش كافهات أنا بروح أهاوي يعني بنقل لك الناس بيقولوا إيه بس عايزة أقول لك أنا استلامت وزير التموين بصوا قلت له بيقولوا إيه من المناء إخيار يعني هتعمل إيه مع المصريين في رمضان الجاي ده أول رمضان بعد التعويب لازم تنزل شونط للجمعيات اللي بقى للتموين قصة كتيرة لما يجي الوقت هقول لكم عليها ما سبتش وزير إلا لما مسكت ودانه وقلت له مش هنزل لما تسمع كلامي وأقول لك رأيي الناس إيه فرصة والله في مؤتمر زي ده المهم أربعة من الشباب الدعاء الجمال المستنرين دخلوا القهوة بيعملوا إيه بيروح على صاحب القهوة بيبلغون نحن جايين النهاردة وهنقعد مع الضيوف اللي عادين عندك الزباين وبعدين صاحب القهوة لازم يوافق يخش يلاقي الناس عادين هل هم بقى بيخش يقول لك عليك هل عنا طول الله ولا أن انت إيه اللي انت بتعمله ده انت عملت دخن والتدخن لا 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 هو سايبك في أمورك والكلام بالعكس ده في منهم الشيوخ اللي قالوا ليه الناس بقى أقول لك إيه مين فيكم اللي يجي نفسني في لعبة الطاولة وابتدوا يسمعوا الناس كلام جميل يجددوا الخطاب الديني مش تجديد الخطاب الوعز والإرشاد من داخل القهوة بيروحوا للناس في الأماكن اللي بيعودوا عليه أنا بحيي التجربة بحييها من كل قلبي وأتمنى أن أكون أحد الإعلامين الدعمين لها مش عايز الخطاب الأجوة في اللي بيتردد على المنابر اللي بينفر المصلين منكم لا روحوا للناس في المصنع وفي الغيد في المدرسة روحوا للناس في موقف الأوتوبيس والمقرباص انتشروا وروحوا عودوا على الأهاوي وخلي الناس تشايش وتكلموا كلمة ورا كلمة حيلين الكلام خليني أخذ